أنس هو أحد أبناء المهندسين تدرس في جامعة النجاح الوطنية ميدياترونيكس وأنس منذ نشأته وهو متميز وصاحب أفكار إبداعي في مجال التخصصات العلمية أنس منذ صف الحداش قدم اختراع على مستوى الوطن العربي ودخل في منافسه على مستوى جميع الدول العربية وحاز على المرتب الأولى على مستوى الوطن العربي ولكن للأسف الشديد تم اعتقاله أكثر من مرة في ظل السلطة الفلسطينية بدون أي مبرر على الإطلاق وكل التهم التي وجهت لأنس هي تهم باطلي وكاذبي وبعيدي عن الصحة مئة بالمئة يخرج أنس دائما من الاعتقال من ظل السلطة بتهم مزورة روتينية مقززة ممجوجة مرفوضة عند الجميع شو عامل أنس تأخذوا قبل بمرة أخذوه سجلوه شهر عندهم وراح بعديها عند اليهود شهرين وطلع كأنه ما عليه إشي ولا بأي تهمة ودفعونا كمان ألفين شكل المرة يا سلطة شو بدكم ويا ويقائي شو بدكم أنت بتأخذ أنس من باب محل وعنده موظفين في المحل وبيعرف أنه محل كل العالم تعرف شو بيشتغل أنس وكل عالم تعرف شو بعمل أنس شو بتوقعين من أنس نعمل شو مقاديكم في أنس شو اللي إشي اللي مقاديكم في أنس ساتوا أخذوه وتخربوا محله وتخلوا سيارته باب المحل مفتوحة والمحل مفتوح ما فيش فيه أي موظف يسكره إحنا إلنا تقريبا من حوالي 11 سنة البيت ما اجتمعنا فيه إلا مرة أو مرتين شهر أو شهرين فقط خلال 11 سنة إلا يكون منا حدا غايب عن البيت وعن المنزل وعن الأسرة عاصم أخوي غياب صار لتقريبا أربع سنوات مغيب عند اليهود ومقابلها ما لا يقل عن خمسة شهور عند السلطة أنا سأخوي أعتقل ثلاثة أو أربع مرات عند السلطة غير عن الاستدعاءات وعتقل مرة عند اليهود أنا أعتقلت تقريبا خمسة شهور متفادقات عند السلطة وعتقلت كمان ثلاث مرات عند الاحتلال فالحمده على كل حال إحنا من 11 إلى 12 سنة لحد الآن الأسرة ما تم شملها إلا مرة أو مرتين فقط أناس لما تأخذوا بكرة بتقعدوا عشر أو خمسة عشر يوم بتطلعوا ما فيش إش عليش بتيجي تأخذ كفين أشرهم اليهود على هالحال هاي عمل اليهود هاي أخوه عاصم شو عامل عاصم عاصم عنده كان ضايل بس فتفر بعض ساعات تدريب حتى يتخرج ليه أخذتوا عاصم ليه وصلتوا عاصم للجيش مين وصل عاصم للجيش غير أنتو هاي شغل السلطة كأنه تنسيق مستمر الليل نهار ما فيش حدا مش شايفين حدا غيرنا حسب الله ونعمل وكيل فيهم إحنا حاليا نسأل الأجهزة الأمنية وقيادة السلطة إلى متى هذا الحال إحنا مفرقين ما بين السلطة وما بين الاحتلال إيش المسوّغ اللي أنتو بتعتقلون عليه أو اللي أنتو بتلاحقوا أبناءنا عليه إيش أنس عاملكم إيش الإش اللي عمله أنا كنت قبل خمس دقائق من اعتقال أنس كان معاي كنا نتحدث فقط في العمل وكيف بده يمشي أموره وكيف هو أصلا ما معا وقت حتى أنه يروح على البيت أناس كان أحيانا يظل في شغله للساعة ثلاثة وأربعة وأيام كان يبات في شغله لأنه ما معا وقت أصلا حتى للمناسبات العائلية أو حتى يشوف أهل بيته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر